ترأى الساسمو الشيخ عبدالله بن زايدة الانهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الختامي للجنة وأكد سموه أن المؤتمر نجح في تحقيق مهمته بجمع دول العالم وتوفيق آرائها وإقرار اتفاق الإمارات من خلال تنفيذ خطات عمل رئاسة كوب 28 مشددا على أهمية الاستفادة من الزخم الذي حققه المؤتمر ودراسة الخبرات المكتسبة منه لضمان استدامة إرث الإمارات ودورها الفعال في العمل المناخي العالمي كما وتوجه السموه بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا مشيرا إلى أن كوب 28 وضع معيارا عالميا جديدا يرسخ قدرة دولة الإمارات على استضافة وإدارة أهم المؤتمرات العالمية بأعلى مستويات التمييز هذا وضمت اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف كوب 28 في عضويتها وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات على المستويات كافة كافة